شق الجبال والهضاب فكبل نزلات كثير كل من يعني آتى إلى هذا المكان الجميل انبهر صراحة حقيقة انبه وفرنا طبعا خدمات النيت وفرنا خدمات الاتصال فكل شيء الحمد لله في مكان زي هذا يعني صراحة جميل على قمة هذا الجبل يقع واحد من أبرز المتنفسات المحلية والذي يشرف على أحد أودية دوعا حيث تتوزع غرف فندقية ومسابح صغيرة جميعها توفر خدمات متنوعة تسهم في خلق طابع الشعور بالراحة والاستجمام خصوصا في أيام المناسبات ما يميز هذه المنتزهات محاكاتها للفن المعماري الحضرمي الفريد في نوافذها وأبوابها وأسقفها كما تطل أيضا على قرية حياد الجزيل التي تقع فوق صخرة عملاقة قرية بأكملها تقع على صخرة عملاقة إذ بنيت مساكنها من الطين واللبن على حافة جرف الصخرة ويتم وعادة تأهيل هذه المباني بين فترة وأخرى خصوصا بعد تعرضها لحالات من الإهمال بعد أن تصيبها الأمطار الغزيرة في الصيف بعض المراجع التاريخية تشير إلى أن هذه المنازل يعود تشهيدها إلى ما قبل خمسمائة عام تعتبر منطقة حياد الجزيل في أعلى رأس وادي دوعا من أهم المناطق التاريخية وكذلك لها مكانة سياحية خاصة ولها استراتيجية أو تتمتع باستراتيجية عسكرية خاصة لأنها تقع على مرتفع صخري حاد بحيث أنه من الجميع اللي هات كانت تكون شبه جزيرة في ذلك المكان وأيضا لها خصائصها الطبيعية بالإضافة لأنها خصائص سياحية ومن هذه الخصائص السياحية ستلاحظها على شك أنها تتمتع ببنايات قديمة هذه البنيان القديم شبه قلاع وشبه حصون حتى يصد أي غاز عليها تدل هذه القرية الأثرية على عظمة الإنسان اليمني وعبقريته في الهندسة والتصميم الذي يقابله البناء والتشهيد بطراز جذاب وبهذه الطريقة التي حولت القرية وموقعها إلى مزار سياحي على مر السنين تجتذب آلاف الزائرين لاستمتاع بمشاهدة واحدة من التحف الأثرية والمعمارية اليمنية المدهشة حدد مساعد قناة بلقيس من مديرية دوعا حضر موت ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة